وتحية لحضرتك في حضورك معنا في الحلقة الأولى وهي المستهلة الذي يجب أن نتوقف عنده برئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على اعتبار أننا نتحدث في مقام التصوف وفي هذا الشهر الكريم دكتور عبدالهادي يكون فيها الروحانيات أعلى ويبحث عموم الناس عن روح التصوف وعن مبادئ التصوف وعن قويم الخلق في التصوف في كلمات واضحة ما هو مدخلنا إلى التصوف في هذا الشهر الكريم وما هو التصوف باختصاره وبمحدداته وبضوابطه يعني علماء الأمة بحثوا في علوم التصوف وكتبت كثير تعريفات عديدة عن التصوف البعض قال أن التصوف هو علم الأخلاق من زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا وإذا توقفنا عند هذا التعريف بداية سنجد أن التصوف بهذا المفهوم يحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية أحد مقاصد الحبيب المصفى صلى الله عليه وسلم والذي قال إنما بعست لأتم مكارم الأخلاق فمن زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا والبعض قال أنه الجد في السلوك إلى ملك الملوك والبعض قال أنه علم التخلي والتحلي والتجلي التخلي عن غزائل مرحلة فيها مجهدة للهوى والنفس والشيطان والدنيا التخلي فإذا ما تمت مرحلة التخلي وصلنا إلى مرحلة التحلي ومرحلة التحلي التحلي بالفضائم والمكارم والتخلق بأخلاق المولى سبحانه وتعالى فإذا كان المولى عز وجل رحيم يستطيع العبد أن يكون رحيم وإذا كان رؤوف يستطيع العبد أن يكون رؤوفا وإذا كان جبار يستطيع العبد أن يكون جابرا للخواطر فإذا ما انتهينا من مرحلة التخلي ثم التحلي وصلنا إلى مرحلة التجلي التي يتجلى فيها المولى على عباده بالعطاء والوحب والولاية والمنع ونعم بالله وهنا يعني البعض أيضا ذهب إلى أن التصوف هو يعني علوم الكتاب والسنة بإجازة شديد جدا نحن نقول أن التصوف هو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض يقول أيضا أنه علم التسكية قد أفلح من زكاها علم التسكية هو علم التصوف